أقول عندما نلتقي في عمام وحيث نستطيع مشاهدة الأنوار المشحة من القدس الشريف يكتظ الواجب الأخوي والقومي أن نتوجه في مستهل هذا اللقاء بالتحية إلى شعب فلسطين المجاهد ورغم صعوبة المحاولة لنتشبث بشرفة أو مرتفع مما يحقق هدف مشاهدة أنوار القدس فإننا نرى القدس من بغداد بالعيون النفاذة المؤمنة والواسعة لتلك المدينة التي تعرفون كم بذل العرب من تبخيات وكم بنوا من مجد فيها ليثير اسمها في نفوسهم ذكريات طيبة إننا نرى القدس من أي مكان مهما بعد عن موقعها لأن القدس بعد أن تنير فينا كل ما هو خير في الصدوء يصبح تبادل الرؤية بيننا وبينها على خط المستقيم وتتقلص المسافات بيننا وبينها بل بينها وبين أي عربي وأي مسلم وأي مسيحي من أبناء العروب لتصبح كاب قوسين أو أبناء وهكذا ترتسم دون أن تتمكن أوادي الدهر من محوها ألامات بينة على طريق تحريرها إن شاء الله لقد افتصبت فلسطين بتخطيط وتدبير وتسترجع فلسطين بتخطيط وتدبير مدفنين يتقدمهم الإصرار على إحكاق الحق وقد أكد أبناء فلسطين المجاهدون أنهم قدوة في الإصرار والاستعداد للتضحية إن ضياع فلسطين لم يكن سببه الأساس قوة إيمان الصهاين بعدالة منهجهم وإنما كان تخل العرب عن قضيته ولم يكن سببه الأساس قوة الصهاين بل ضعف العرب أما وقد أدرك العرب من خلال حوامل وأسباب شثة منها انتصارهم على أعداء الله وأعدائهم في الجبهة الشرقية وهذا الموقف البطولي لشعب الحجارة القاتلة إنهم قادرون فإن فلسطين ستعود وسيقرد النور الظلام وسترتفع أعلام الحق عن القدس الشريف إن شاء الله